سارة دكتورة السلام عليكم أهلا أهلا بحضرتك يا مرحبا نتكلم اليوم عن عرض من الأعراض الشائعة ومشكلة يعني تسبب القلق للأم تسبب الإزعاج للطفل في بعض الأحيان لا نعرف أو لا تعرف الأم كيف تتعامل معها وربما تلجأ إلى طرق هذه الطرق قد تكون غير صحيحة وتسبب مشاكل لاحقة بالنسبة للطفل منها على سبيل المثال موضوع الإمساك وطبعا هذه مشكلة شائعة أو من الطلابات الشائعة عند الأطفال تفضلينا خلينا نعرف الأول يعني إيه إمساك الإمساك ده يعني الطفل بيبقى مصحوب بعملية التبرز ألم أو أن الطفل بيطاعد يعني ممكن نقول مفروض عملية الإخراج دي بتطلع ثلاث مرات في الأسبوع لو أقل من كده نبتدي نقول الطفل عنده إمساك بس القصة دي بتختلف حسب عمر الطفل يعني ممكن الطفل في الأيام الأولى ممكن بيعمل بعد كل مرة رضاعة بيعمل عملية التبرز الطفل بعد كده بعد ما يدخل في خمسة شهور بيبتدي عدد المرات دي تقل فخلينا نعرفها بطريقة أسهل أن هي لما الأم تلاحظ بالنسبة لطبيعة الطفل يعني مثلا الطفل كانت متعودة أنه بيعمل كل يوم أو يومين لا بدأ يبقى كل ثلاث أربعة أيام والموضوع بقى مصحوب بألم ويمكن نقول للبراز بقى جاف ساعتها نقول أن الطفل ده عنده إمساك وهذه طبعا المشكلة في مرحلة الرضاعة في مرحلة الطفول الأولى الباكرة كثيرا ما تحلص لأسباب أنه الأم تتخلى لأسباب مختلفة سواء طبية أو غير طبيات طبعا طبية هذا الأمر متاح هو استضباب يعني في مشكلة في فشل في الرضاعة في قلة حليف يعني أسباب متعددة أو حتى مشاكل بيأبتدي فنلجأ إلى الرضاعة الصناعي لكن ما يحدث في كثير من الأحيان أنه نلجأ إلى الرضاعة الصناعية الحليب الصناعي ولا نقدم حليب الأم للطفل والذي يوفر له احتياجاته كاملة وما بيسبب له هذه الاضطرابات الهضمية لا أمساك ولا غيرها وأيضا نجي إلى المرحلة اللي هي مرحلة الفطام أو يعني كمان للأسف يعني تحدث في سن باكرة ومن دخل أطعمة معينة فالطفل فعلا يتعرض لهذه المشكلة يعني تبدأ معها المشكلة منها من عدة أشهر وبيكون عمره عدة أشهر يعني بالضبط يعني إحنا ممكن نقسمها أن عملية الإمساك دي في جزء منها زي ما حدث بطول كده عضوي وده بيبقى نسبة قليلة لا تتعدى 5% الجزء الثاني وظيفي وظيفي بسبب بعض العادات الخاطئة اللي يعني الأم بتعملها شوية أو الطفل شوية هي بتساعد في تخول الإمساك لو قلنا المرحلة في الفترة الأولانية لو الفترة الأولانية الطفل بس معتمد على الرضاعة طبعا الرضاعة الطبيعية بتقل جدا قلطة الإمساك مقارنة باللبن الصناعي بس لازم نقول برضو الأم اللي بتردع طبيعي لازم نعرف أن هي بتدي كمية لبن كويسة للطفل علشان كده ما بيحصلش إمساك طب اللبن الصناعي في بعض الألبان الصناعية بتعمل قصة الإمساك دي في ساعتها لازم نغير لنوع تاني المرحلة التانية زي ما حدك قلت عليها لما الطفل يبتدي من عمر الست شهور الأم بتبتدي تدخل بعض الأطعمة زي صلبة يعني معتمدة كلها على ممكن نقول كاربوهايدريت بس ما فيش فيها ألياف الخضار الفكهة وما ننساش برضو لما الأم بتبتدي تدخل الطفل بعض الأطعمة اليابسة دي لازم بقى مصحوب معها ندي شوية كمان مية يعني ممكن نقول في أول ست شهور الطفل ممكن نديه لحد خمسين ملي في اليوم على فترة خلال اليوم بعد كده ندخل في المرحلة التالتة خلاص الطفل بدأنا في عمر السنتين أو الثلاث سنين الأم ساعت بتستعجل شوية إن هي عايزة تعود الطفل على عملية التبرز وبيكون الطفل اللي السغير مهيئ نعم فبيحصل نتيجة عكسية الطفل الأم بتبتدي تتعنفه فيبتدي الطفل يعمل قصة الإمساج دي علشان يتحيشن موضوع ده فيبتدي الطفل يدخل في قصة الإمساج نعم يعني في عنا أسباب خلقية ولادية مثل بعض الحالات المرضية التي لها علاقة بالأمعاء الغريضة أو بالقولون وطبعا طبعا هذه حالات يعني علاج جي راحي عادة دي بتبقى ممكن نلحظها في الفترة نقول في السنة الأولى دي بتبقى الأمراض العضوية بتبقى جزء منها متعلق بالغدة الدرقية جزء تاني منها متعلق بالنهايات العصبية الموجودة في المستقيم اللي هي مسؤولة عن الحركة بيبقى فيها نقول بعض التأثور فبتأثر طبعا على الحركة ودي بتظهر دايما نقول إن الطفل مفروض بيحصل التبرز في خلال من أول 24 ساعة لـ 48 ساعة في اليوم في أول يوم في الولادة لو الطفل اتأخر لليوم الثالث لا معناها لازم نتجه للطبيب لأن احتمالية إن هي تكون جزء عضوي ده جزء كبير جدا في الماضي طبعا هي قليلة نسبيا لكن يجب أن لا تغيب عن البال والذهن نهائيا خصون في الفترة الأولى نعم في السنة الأولى أو في الأيام الأولى بالأحرى الفترة الأولى من الولادة بعد الولادة أو طبعا حتى مؤلمة مزعجة وتسبب بكاء الطفل وغير ذلك طبعا طبيب الحكيم يمكن أن يعني يكتشف هذه المشكلة وحل أيضا جراحي عالة أن يكون في مثل هذه الحالات نذكر بطرق التواصل على الهاتف 6-0-5-5-1-4-1-4 الرسائل على 4-0-6 واضفنا داخل الاستيديو الدكتورة سارة السيد أحمد اختصاصي طب الأطفال والرضع ببرعيم ميليكال سنتر في دبي ومستشفى إبرعيم طيب هذه طبعا يعني من ناحية الخلقية تكلمنا عنها الناحية الأخرى اللي نحن سبب فيها ونتمنى الأمهات يعني يسمعونا والأباء أيضا يلتزموا بالرضاعة الطبيعية الرضاعة طبيعية جدا مهمة أيضا لأسباب كثيرة منها تنظيم صحة الجهاز الهضمي وبالتالي يعني سواء كان لا بيصير فيه إمساك لا بيصير فيه إسهال لا بيصير فيه حتى غازات لا بيصير فيه مشاكل طبعا إذا كانت الرضاعة طبيعية بالطريقة الصحيحة ويجب على كل أم أن تتدرب على كيفية الرضاعة الطبيعية أيضا يعني إحنا خلينا نقول أنه زي ما إحنا اتفقنا أن الرضاعة الطبيعية من أفضل الحاجات للمناعة للجهاز الهضمي لكل حاجة بس إحنا زي ما نقول الرضاعة الطبيعية إمتى بس تدخل في قصة المساك لازم للأم تتأكد أن هي بتدي الكمية الكافية للطفل ودي الحاجة اللي بنعرفها في الفترة الرئونية في المتابعات أن الطفل بيبتدي يزيد في الوزن طبعا أنها تبتدي كمية كويسة من الرضاعة نعم كما ذكرت موضوع إدخال الأطعمة باتجاه طبعا موضوع الانتقال إلى مرحلة الفطام يجب أن تكون تدريجية ومعروفة أصلا يعني خضار مهروسة مع اللحمة أيضا المهروسة الأشياء الخفيفة بالتدريج ومش الأشياء المصنعة يعني ما يحدث أيضا لكل أسف يعني آبائنا أمهاتنا جداتنا كانوا هاي الأشياء يقوموا بتحضيرها في البيت وهي ما بتحتاج إلى وقت طويل يعني بالزبط الخضرات اتفقنا الفكهة الحاجات الغنية بالألياف زي البروكلي التفاح الكوميترا الحاجات دي كلها غنية بالألياف لازم لما ندخل الأكل يكون معايا الجزء الخاص بالألياف من اعتمدش حتى على البروتين بس لازم تبقى الأكل فيه جزء ألياف عالي ندخله من الأول نعم طيب رسالة مقنم حمدان تقول أنا كانت هذه المشكلة تصير عند ابني كنت أعطيه تحامي لجليسترين وطبعا ماذا تنصح الدكتورة يعني موضوع الملينات سواء للصغار أو الكبار ما بيصير تنعطى بطريقة يعني عشوائية نصح التعبير دكتورة سارة تعيب خلينا نتفق على حاجة نعم لما الطفل بيدخل فيه امساك مزمن امساك مزمن ده يعني الطفل بقى له تقريبا شهرين بقت قصة الإخراج التبرز ده بطريقة مؤلمة أو كده فبقى معنا موضوع مطول شوية طيب احنا بنمشي الأول على قصة التعليمات بتاعة الأكل يعطى كمياة كافية من السوائل من المياه بس برضو احنا لو سبنا الطفل طول هذه الفترة من غير تدخل بس لازم يدخل تحت إشراف الطبيب طبعا بيبتدي إيه اللي يحصل بيبتدي البراز ده يتجمع في المستقيم المستقيم يبتدي يتمدد ويبتدي يحصل فيه جفاف أكتر ويبقى معوضوع اخراجه أصعب كتير جدا بالنسبة للطفل عطاء الجليسترين الجليسترين ده بيشتغل حاجة يعني زي بنقول موضعية لكن مش هيعالج السبب فاستخدمه بصورة متكررة لا غير محبز احنا لازم نشوف السبب الأول وبعد كده ندخل على قصة التعليمات وبعد كده لو الطفلة ما استقبش بيبتدي نلقى لبعض الملينات برضو تحت إشراف الطبيب نعم طبعا هذه الملينات تكون لفترة محددة والطبيب هو من يصفها وليس بشكل عشوائي لأنه طبعا اعتماد صير الجهاز يعني على مثل هذه الأدوية بسبب مشاكل وتصير يعني نحتاج إلى طرق أو خطط علاجية مختلفة تماما وخصوصا حينما نتكلم عن الصغر أيضا عند الكبار نفس القصة يعني هي نصيحة للجميع دائما الدواء يصفه الطبيب الحكيم بعد تقييم ومعرفة السبب نعرف السبب والمعالجة دائما سببية وليست تعرضية نذكر بطرق التواصل على الهاتف 6-00-55-1-4-1-4 الرسائل على 4-006 ضفتنا الدكتورة سارة السيد أحمد اختصاصي طب الأطفال والرضع في برايم ميديكال سنتر ومستشفى برايم في دبي طيب في المرحلة ما قبل المدرسة أيضا لأسباب مختلفة حتى العامل النفسي بيلعب دور بزبط في بعض الأطفال خلينا نقول في مرحلة ما قبل المدرسة دي بيبقى فيه جزءين في الموضوع الطفل بيبقى فيه جزء منه أنه متعلق بممكن نقول يعني متشغل في الألعاب والإلكترونية شوية فيبتدي يعني ما يستجيب لها الحاجة للتغوط بالزبط ما بيستجيبش لها بيبتدي قلاص اتفقنا القعدة أن القولون بيتعود أنه هو يحتمل كمية أكبر فبدل ما الطفل بيدخل كل يومين لا ده بدأ يدخل كل ثلاثة واكسة أول حاجة تانية أن الأطفال في المرحلة اللي هما داخلين فيها المدرسة في بعض الأطفال بيبقى عندهم يعني ارتباط نفسي إلى الطويلت أو كده في البيت فيبتدي يعمل يعني زي نقول يحبس البراز فترة المدرسة كلها فيبتدي يدخل تاني في نفس القصة بتاعت الإمساك العضوي نعم وهذه أيضا كمان مشكلة يعني بما في ذلك أن الحالات الأخرى المرتبطة بالخوف من المدرسة وغير ذلك طبعا لذلك يعني دور الأم دائما هو التوعية وتهيئة الطفل للانتقال من مرحلة إلى مرحلة وتعويد الطفل منذ الصغر على العادات السلوكية الصحيحة مثل ما ذكرتي موضوع شرب الماء وشرب الماء ما يقتصر فقط أنه أنا عطشان أشرب قليل من الماء شرب الماء يجب أن يكون بشكل متكرر ولو بكميات قليلة وليس العصائر أو المشروبات الغازية أو غيرها أيضا سكريها بالضبط أنا دايما نقول للأمهات ما تسبيش الطفل حد ما يحسس بشعور العطش وبعد كيشرب لأنا عايزاك يتيبقي دايما حاطله زي ما بنقول الإزازة أو البطل بتاعته فيها الكمية المطلوبة أنه هو يخلصها خلال اليوم طول ما الطفل بيشرب خلال اليوم خلاص عرفنا أنه هو خلص الكمية المطلوبة بنحميه جدا من قصة أنه هو يدخل في قصة الإمساك نعم طيب كتير مهمت أيضا نعرف الأعراض الأخرى المرافقة مع الإمساك يعني الإمساك هو عرض لوحدي لكن إذا كان الإمساك لأسباب تتعلق بمشكلة في الأمعاء انسداد في الأمعاء كما ذكرنا في المرحلة الأولى بيكون في عنا أعراض أيضا أخرى غير موضوع الأمساك نحن ممكن نقل السمعة برضو الإمساك العراض بتاعته بتختلف لو إمساك حاد يعني حاجة حصلة في يومين في ثلاثة يام في أربعة يام بيبقى مصحوب ممكن معاه قيء مغص شديد أو في بعض الحالات برضو من ده بيبقى معمول مع البراز يعني زي ما نقول مدمم يعني فيه بيبقى معاه دم نعم طيب لكن لو قصة البراز دي حاجة مزمنة بتبقى مختلفة شوية الطفل بيبقى عنده ألم في البطن متكرر أكلته بتتأثر جمد جدا وممكن بعض المرات برضو بيحصل معها دم لأنه بيبقى بدأ يحصل ممكن زي ما نقول شرخ شرجي بسيط من فترة الإمساك الفترة طويلة نعم طبعا هذه تحتاج أيضا إلى تدخل مختلف يعني بالزبط إذا ترافق الإمساك مثلا مع الغتيان مع الأقياء مع أعراض اللي هي متعلقة بالجهاز أو القسم العلوي من جهاز الهضمي يعني لو الأعراض دي زي ما بنقول حادة يعني حصرت في يومين لازم يتواجه للطبيب لأنه ممكن بتبقى انسداد معوي دي علامة من علامات الانسداد المعوي لازم يتوجه بنعمل أشعب بنعمل صنار لازم يتفحص من الطب لأنها بتبقى غالبا محتاجة تدخل جراحي نعم طيب يعني متى يجب أن تتوجه الأم أو حتى الأب أو الأم أو المربين لعيالة الطبيب إذا كان الطفل لديه هذه الحالة الإمساك الإمساك اتفقنا لو هو حاد يعني فترة أولاية لو كان مصحوب بقيء كان مصحوب مع حرارة كان مصحوب بقلة شهية جمدة جدا فيتوجه للطبيب الموضوع التاني لو هو مزمن لو الطفل بدأ يبقى مدمم البراز بدأ يبقى مدمم الطفل ما بيزدأش يزيد فيه الوزن أو معاه أعراض تانية زي ما اتفقنا لساعات الغضة الدرقية بتبقى معاها فالطفل بيقى معاها زيادة في الوزن على الرغم أنه ما بيأكلش بس بيقى معاها زيادة في الوزن فدي ممكن تكون من أعراض الغضة الدرقية نذكر بطرق التواصل على الهاتف ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة الرسائل على أربعة صفر صفر ستة واضفتنا الدكتورة سارة السيد أحمد اختصاصي طب الأطفال والرضع في برايم ميليكال سنتر ومستشفى برايم في دبي وأبو غيث يسأل ماذا عن الوجبات السريعة اللي بيطلبوها الأطفال طبعا هنا نتكلم عن الأطفال ما قبل المدرسة أطفال في المدرسة وأيضا حتى يعني شباب إحنا اتفقنا أن البراز الوظيف الإمساك الوظيفي ده جزء منه بسبب العادات الخطيرة منها الوجبات السريعة اللي هي معتمدة فقط على جزء بروتين على جرز النشويات وما فياش أي نوع من الألياف كمان الدهون العالية بتساعد في قصة الإمساك دي فلازم يبقى فيه زي ما اتفقنا الألياف الموجودة في الخضار في الفكهة في البروكلي الحاجات دي كلها بتساعد فلازم نقللها يعني ما يتبقاش موجودة كل يوم نعم إذن لابد أن يكون لدينا يعني طبق السلطة بأنواع مختلفة متوفرة على المائدة وأيضا يعني الأباء والأمهات يكونوا هن المثل يتناولوا أنه ما حدا ما يتناوله يعني نفس الشيء الفاكهة يعني في بعض الأحيان نشاهد حقيقة بأنه الفاكهة موجودة لكن ما حدا بيمديده علي بالزبط فيعني كيف ننعود الطفل لازم نحبب الطفل لازم نكون نحن له قدوة في هذا المجال يعني وحتى في المدرسة حقيقة يعني أتمنى بالمدرسة أنه يكون مساعدين لهذا الأمر لأنه دور المدرسة مو باستلقيننا رياضيات وفيزيو وكيميا وعلوم وما شابه ذلك يعني كتير مهم أيضا يكون فيه دور في موضوع المساهمة في تعزيز الصحة وهذا أيضا شيء مهم جدا واجبات اللي أنت بعتها للطفل لازم يبقى فيه واجهة فكهة موجودة معه يعني فكهة فكهة موجودة واجبة خدار هتساعد الطفل أن هو يتعاود عليها وفي نفس الوقت هتديلك كمية الألياف المطلوبة في خلال اليوم والألياف يعني حقيقة القسم كبير من الحالات المرضية اللي موجودة للأسف صارت عنها هي ترتبط بالنمط التغذية الغربي عادة من أورام القلون والمستقيم إلى أمراض القلب إلى غير ذلك طبعا كلها ترتبط أنه ما عم نتناول ألياف غذائية بكميات كافية عم نتناول لحوم مصنعة وجبات سريعة طعمة مقلية وما شابع ذلك بينما لو عدنا إلى النظام الغذائي اللي هو الشرق أوسطي خضار وفواكه وزيت زيتون وحليب وحتى الحليب يعني ما فيه مشكلة وغيره لكن دائما نقول بكميات نصيحة ذهبية النصيحة الختامية خلينا نقول النصيحة أن أنا هقول للأم ثلاث حاجات المرحلة اللي أقول لو الطفل في العمر الأولاني لازم تاخد كمية سوائل كافية في المرحلة بعد سنتين ما تتصرعيش أن تعود الطفل على التبرز بدري علشان ما يقديش نتجة عكسية وطبعا في المدرسة لازم يبقى مصحوب معاه أكل فيه ألياف ويتعود على عملية التبرز على الأقل مرتين في اليوم حتى بعد عودتهم من المدرسة والحركة والحركة طبعا حركة صحة بركة نعم رياضة طبعا هي جدا أيضا مهمة يعني ما يضل الطفل أو أطفالنا أمام الشاشات الإلكترونية رغم أهميتها ولكن يجب أن يكون هناك إدارة وتحكم بها ونشجعهم على الحركة على ممارسة الأنشطة المختلفة داخل البيت حتى نشجعهم حتى على تعاون معنا مثلا في تنظيف البيت في ترتيب البيت في تحديد الطعام طبعا بطريقة صحية وبطريقة آمنة حتى ما يتعرضوا للخطر هذا ما نتمنى للجميع خصوصا العناية بالأطفال نقول دائما صحة أطفالنا أمانة في أعناقنا جميعا ودائما نقول التوية في الصغار صحة وحيوية في الكبر كل الشكر لدكتورة سارة السيد أحمد اختصاصية طب الأطفال والردع في برايم ميليكال سنتر ومستشفى برايم في دبي دكتورة سارة شكرا جزيلا لك ولهذه المعلومات شكرا لحضرت يا مرحبا